مجلس الشورى لجنة الخدمات مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ثم اخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 231 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بعدها وفق المجلس على توصية لجنة الخدمات وذلك نداء بالاسم حول المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشان صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية والتي تضمنت توصية اللجنة بالموافقة عليها من حيث المبدأ حيث يهدف المرسوم بقانون لتحسين الوضع المالي للصناديق التقاعدية ومواجهة العجز الاكتواري بحزمة من الاصلاحات والاجراءات والتدابير العاجلة من خلال ضبط مصاريف الصناديق كما وافق المجلس في ذات السياقة على توصيتين لجنة الخدمات بالموافقة من حيث المبدأ على كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم رقم 4 لسنة 2021 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم 5 لسنة 2021 لديني يهدفان لضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية